طبعا هنبارك ليه طبعا ملك ضربات الجزاء ملك ضربات الجزاء في كورت اليد طبعا فلفل حارس مرمى نادي الزمالك الحقيقة عمل جيم كبير جدا هو ويه كريم هندهو النهاردة وكانوا سبب فيه فوز نادي الزمالك بهذه البطولة كابتن خليفة فلفل أهلا بيك محمود خليل فلفل أهلا بيك حبيبي حبيبي بنور قولي لو ايه كانت فلفل دي يا خليل ده ايه لا والله ايه سبب يعني ايه سبب سميه فلفل يعني يعني كابتن احمد نبيض غريب جاية فتحول دلوقتي بيطلع عليا وانا صاير يا حودة والله احنا بنبريك لك جدا النهاردة الحقيقة عملته جيم رائع جدا جدا وكنتو اه يعني فعلا اه ابطال وفعلا فرد كوماندوس فعلا نهاردة اسعدتو جاميري الزمالك بشكل كبير يا كابتن حبيبي كابتر والله الحمد لله الناس يعني كتنازلة يعني ده ممكن طويل ودوري ده مطويل ده ما كتنزل بنلعب عشان اللحظة دي الحمد لله يعني ربنا ما حسنناش والحمد لله ده ما نتوقف ميجدنا بالبطوط اللي غالي علينا وعلى جمهور ده ما ليست لحظة بالتأكيد طبعا مستر اوليفر كان له كلام كبير بينك وبين بعض في غرف الملابس علشان تظهروا بهذا المظهر انت في حفلة ولا ايه؟ لا 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 انا قاعد ذاكل باش ذاكل يا طي اطاعنا عليك العشان ما عليش احنا قاسفين اه اكيد مستر اوليفر لوي طبعا له اكيد مليون في المية كلام كبير ما بين الشوطاي المباراة وقبل المباراة قولي كواليس المباراة بقى كابتن محمود بعد اذنان بص هو المدرب الصراحة كان يعني بحظة في كل مرشب واحدة هو قبل ان انا اخبر الدراسة المجمعة دي هو اول مرشب الجيش بعد جيش بعد جيش ما يقولينا انه هتكلم على الاهل في الوقت المناسب لمصر احنا عندنا كله خطوة باجم ساعة واحدة اه الراضي البعد اه مرشب التعبار احنا عاد اتكلم معنا وقالينا افاضل ليكو على الادويج مرش واحد ساعة واحدة اه العبوا لعبوكو اددلوا العبوا جامد انا انتوا احسن انتوا اقوار فالحمد لله يعني لابان الفارق اه بقالنا مرشين الحمد لله نصدقوا على عشرة واحدة اخر تمام فاحنا نحضرينه كويس جدا والراجل بصراحة مدرب عشرة عشرة انه هو بيزن نحضر السرق اللي قدامنا كويس صحيح يعني هو بصراحة اللي بحضرة بتاعته انت تنزل ما تتفاجئش بحاجة يعني تنزل بتلاقي كل حاجة بتاعته لقدامه مليون مبروك يا حودة عايز اعرف بقى سر تعلقك في ضربات الجزاء والشعور الجميل اللي كان بينك وبين كريم لما كان كريم بيصد مثلا الانفراد وانت تنزل تصد ضرب الجزاء كان فيه كده روح حلوة قوي باندلت على الشيء فتدل على انكم الاتنين قريبين من بعض برغم المنافسة بينكم وبين بعض في الملعب بص انا وكريم افضل من الاخوات ملايتي اعرف ان تنزل مصر وقومش جانس من الجرابة على بعض يعني احنا هتلاخد في اول احنا هتلاخد من الجناتك واخوانا نلعب احنا شخصيا اولاني فرحتي بيه جدا لما الولا بتاع الانفر تبرى الا الانفر تبرى لان انا كنت اعيله يعني اقوله ده مصر فتدل تحت السرعة فانت قوة تلتة دي عشان لما يشيك البوم مختاري جيكو نفس الزاوي اللي احنا عارفته لما ضاعت فرحنا والزل الثاني هو وقف بعد كده قلت على انت الجاي فهو كان وصف فيه ان انا الحمد الله قدر يعني ان انا ربنا وقفانة دروات الجزاء وقفت بقى السر يعني ايوه الحمد الله توفير من ربنا يعني مذاكرة شوية بس لا صحيح يعني انت متميز فيها اوى فلفل يعني يعني عايز اعرف هل هي موهبة هل هي تدريب هل هي توفيق زي ما انت قلت في الاخر هل هي توفيق وتوقع يعني الحمد الله توقع اه اه بقى يعني بدي نفسك كده النفسي على سير المباراة على اللعيب الولتاني بيعمل ايه نفسك ايه نفسك ايه نفسك ايه نفسك ايه بيحصل ممكن ده بتجيب السانية كده وقفت ايه كده يعني يعني اوه بقى قولي كنت متوقعين التسايد الكامل للمباراة منذ البداية حتى النهاية ولا انتوا كنتوا برضو عاملين حساب للنادي الاهلي وفي نفس الوقت الاهلي مكنش عنده خاصة ايه مكنش عنده غير فرصة واحدة والفوج وان احنا عندنا اه ايه انتعادل ايه ان ما نكسب لا احنا اش هقطتكو نزيل عالمكسب صحية آه آه اه احنا نزيل انه مسي هتفكر في المتعادل وان هتفكر ايه برفوع له صح بوبرات الكاس بقى يعني احنا طمعنين في الكاس لان الكاس بقاله ستلاتين ثلاثة بقى يافلفل بقى يعني انا شخصيا مخصوب مهام ايوه دي حاجة يا رب يا رب ان شاء الله عايزينك تفلفل كده و thousands مليون مبروك يا فلفل و بركنا كل الفرقة ان شاء الله بزله وان شاء الله يكون لقاءة قادمة معاك اشتراح بكم و انا في لسيدам مليون مبروك يا فلفل